اهلا اهلا يا اصحاب اليوم عندنا رسمه مرة مرة جميلة راح نرسم عصفور بألوان وخلفية مرة حلوة نفسه ما انتم شايفين معانا بالسورة اول شي بيدت فيه اسست الالوان الاساسية للخلفية زي ما انتم شايفين بالبلت حط الالوان محددتها فهنا جيد دمش لون برتقالي مع لون ابيض مرة كثرت الابيض لانه ابغى درجتها الخلفية تكون لونها خربزي فكيف اطلع درجة الخربزي بيعني اكثر على الاحمر لون ابيض وادمجهم مع بعض هنا جرست شغل عن خلفية طبقتين اول شي بديتها بطبقة خفيفة حدثت معايا الخلفية الاماكن اللي تكون يعني ما فيها العصفور هي الرسم الاساسي انه عصفور وفيه خلفية طيب فالحلو بالقواش انه عادي نقدر نرسل طبقة فوق طبقة ما عندنا اي مشكلة عكس الالوان المائية الالوان المائية ما نقدر نحط طبقة ثقيلة فوق طبقة خفيفة عرفته وخفيفة فوق ثقيلة ما فيها عزل هنا عندي الألوان قواش عادي نقدر نحط طبقتين فق بعض وهي راح تخفينا الطبقة اللي قبلها فهنا بديت أشتغل الخلفية بلون خربسي بعد ما سويت الطبقة الأولى راح تكررت وتقلت الألوان مرة ثانية وراح أرجع حينه وأكرر نفس الموضوع حطه من جديد زي ما أنتوا شايفين أخذت لون برتقالي ولون أبيض وما أخذت موية مرة كثير دمشتهم مع بعض فالحين برجع أسوفيهم والخلفية ولاحظوا معايا كيف تكون درجاتها خلفية بتيجي مرة درجاتها حلوة أنا مرة أحب درجات لما تكون طبقة وحدة كده بشكل يعني صافي فهنا تحمدت أنه فكرة تكون زي كده أصلا فكرة أني جبت الألوان قواش كنت متحمسة للموضوع النقطة هذه يعني بالضبط اللي تكون الدرجات مو خفيفة لا تكون يعني طبقة وحدة عكس المائي لأني طولت الرسم بالمائي فكانت المائي عبارة عن طبقات 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 الليل ما أوصل للدرجة اللي أنا بغاها اللي قواش لا اللي قواش هو خلاص قوامة تقيل فمن أول مرة تسوينا تصبط معاكم تيجي الخلفية بالكامل درجة وحدة هنا اشتغلت على الخلفية وخليتها لون خير بيزي كامل بعدها هنا راح أبدأ أشتغل على العسفور طيب أخذت العسفور بيكون عندي درجة تعم طيب درجة لون أزرق غامق ودرجة لون أزرق فاتح أول شي حدثت معايا الأزرق دمشته أزرق وكثرت عليه موية وأبيض الماء يعني مو مرة بس إن كثرت الأبيض أكثر شي بحيث يجيني اللون فاتح بزيادة طيب وحنا نبغى العسفور يكون بلونه طيب طيب هنا اشتغلت على الأبيض من تحت وبعدها اثقلت اللون الأزرق بيكون التثقيل للجزء الثاني للجناح وجزئية الرأس من فوق هي اللي بتكون لون أزرق غامق بحيث يعطيني تفاصيل مرة أكثر طيب فهنا جيت أشتغل على جزئية العسفور وزي ما قلت لكم ما عندنا مشكلة والألوان ما نشفت لأنه هو أصلا يعني ما تختلط الألوان بزيادة مع بعض إذا كانت القوام تقيلة ما تختلط مع بعض مرة حيلة وهذا أحلى شي صراحة فهنا جلست أشتغل على التفاصيل آخر شي رح أسويه رح أحدد المنقار حق العسفور بلون بني وبعدين رح أحط لتفاصيل باللون الأسود بحيث يكون عندي فيه تدرجات يعني من فاتح لغامق وتعطيني شكل أكثر واقع عرفتم فهنا حطيت نقطة للعين وكملت المنقار لأنهاي بعدين رح أحط لهم أبيض مرة كثير أول شي بدايتها بالأزرق بدايتها بالأزرق وصرت تسوي خطوط خفيفة عشان تعطيني الريش حق العسفور بشكل يعني يميل للواقعية أكثر طيب فجلست أكرر الفرشة اللي استخدمها مقاسها 00 الفرشة مرة مقاسها نحيف مرة فهذه مرة تساعدني برسم تفاصيل العيون الشعر أرموش ريشة الحيوانات مرة مرة تساعدني فاللي ما هي عنده ضروري أخذها فأنا أخذتها من كامفس رح أحط لكم كوت كامفس يطلع لكم الحين على الشاشة فالفرشة فعليا مرة حلو أحسها لازم تكون أساسية عند أغلب الرسامين هنا بدأت أحدد الأماكن اللي أنا أبغى أحط لها أزرق فاتح وبعدين رحت للجهة الجناح وقعد تكرر الخطوات اللي خطوط صغيرة بيكون أزرق فاتح بشوي يمر بشوي طيب بعدين هنا جيت أخذت الأسود رح يكون عندي الأسود نستخدمه للرجلة العصفور من تحت فحددت رجلة العصفور أنا الرسمة قدم خططتها مش تغلع على التخطيط فالحين هذه أسما رحات التلمين أحيانا نوقت التلمين تخطفي معايا العناصر حق التخطيط بس برضو يعني أكون متبتة الأماكن فهنا جلسة أشتغل على جذع النخلة جذع النخلة جذع الشجرة بشكل بسيط بيكون عندي طالع بشكل مائل بحيث أنه العصفور واقف عليها عرفته وبعدها رح يسوي عناصر الورد ومالورد فهنا جلسة أحدد العصفور ورجوله وأبرزها بشكل حلو معايا بعد محددت الجذع بني رح أبين رجول العصفور بلون السود الحين هنا الفرشة هذي ممرة حلوة ما يحتاج أنكم تسوون تفاصيل الورد بخطوط وعلمها لا هذي بس تخذون اللون وتضغطون بالفرشة لأنه هي أطرافها تجي مائل لنحيفها من فوق عرفته فوقت الضغط نفس ما أنتم شايفين كده تتكون معانا الوردة فهذه صراحة من أجمل الفرشة اللي اشتريتها بس نضغط على شكل خفيف نأخذ اللون ونضغط بشكل مائل يمين يسال من كده اتجاه وتطلع معنا بدا الشكل هنا سويت الوردة بلون أصفر بس ما حسيتها عجبتني مع الخلفية فجرست أكرر اللون اللين ما أبغاه يطلع معايا درجة حلوة فهنا خليت لون أصفر ما أحمر وبعدين رح أسوي وردات يكون لونها بس أحمر لأنه تعجبني ما تكون في تدرجات والخلفية حيث تطلع فيها شكل مرة أحلى ورسمة اللون أصلا عبارة عن رسمة تكون فيها مشاعر وألوان أكثر بدون ما أركز على تفاصيلها قد ما أركز على الشكل الجمالي بالكامل عرفتم في رسمات أحب أنها تكون في هذا الشكل يعني ما تكون التفاصيل يتميل أنها الواقعية بالكامل لا أحب أنها تكون فيها عنصر كرتوني بسيط عرفتم تكون الرسمة فعليا بسيطة فرسمة اليوم من الرسمات اللي هي كده فعليا أنا أحبتها أنها تكون كده فهنا جلست أشتغال على الورد بكذلان آخر شي رح أضيف ورق ورق إش ورق الزر طيب فيكون مرة بسيط معايا بشكل خفيف أمشي بشكل طولي وحط ورقات في الأماكن أنا أحب أنها تكون موجودة فيها طيب فحطيت على الجدار النخلة حطيت تحت عند الورد ورفعت فوق لأن أبغاها تكون التدرجات يعني الألوان تأتي مع بعض طرفته فإنما تطرعون في الورقة تشوفون أن الألوان متناسقة مع بعض طيب فهنا آخر شي عندي رح أحط لون أبيض شوية قبل الأبيض رح أحط لون أسود ورح أشتغل فيه على الوردات من جوة اللي أبرز هي أصلا النقاط حقه الورد عشان تعطيني شكل أنه فيها واقعية حلو آخر شي رح يكون معنا أخذ لون أبيض وأحط فيه لمعة على أوراق الشجر بحيث أن تطلع شكلها حلو فيه لمعة وبرضه نفس الفكرة ضفتها على الورد حطيت خطوط بسيطة بهذا الشكل عشان تعطيني لمعة للوردة وأنه كأن فيها بروس طالعة من الورقة وبكذا نكون خلصنا الرسمة اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر